اشتركوا في القناة فالعم يزيد يرحب بكم والف تحية أهديها لكم سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يذيبنا الكرام العم يزيد يرحب بكم والف تحية يهديها لكم لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم نفيت دعوانا واحنا يبلغاكم تقلبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم لا 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 ما أحلى رؤياكم نورت يا أحبابنا إن شاء الله يهنا بالكم في ذلي لمعانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم مورت يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ذلي لمعانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهدي هدىكم مدينة الشهداء عطونا الزغارية على الشهداء العمرية لا يرحمهم ويسع لهم مدينة العمرية معروفة مدينة ثائرة مدينة الأبطال أنا حبيت قبل ما نبدأ كين شهيد معروف في المنطقة هنا تعرفوه كامل سيطيب الجغلالي السؤال الأول يقول عندي لكم سؤال وقتاش توفى سيطيب الجغلالي تاريخ وفات سيطيب الجغلالي شكل يعرفها؟ شكل يعرفها؟ شكل يعرفها؟ أعطي الميكرو أعطي للشابة هدي أعطولها الميكرو أعطي الميكرو للشابة هدي لهم ورق لهيك لهيك هاديك واسمك بنتي؟ آية آية شحل في عمرك آية؟ وقتاش توفى الله يرحمه؟ تسعة جويلية لا لا مشي تسعة جويلية أعطي للشاطر هدا؟ أعطي للشاطر هدا؟ لهيك لهيك واسمك؟ محمد محمد حال في عمرك محمد؟ عشر سنوات عشر سنوات الله يبارك وقتاش توفى السيطة بالجغلالي؟ تسعة وعشرون جويلية تسعة وعشرين جويلية زدنا السنة؟ ألف وتسعمية وتسعة وخمسة واو تصفيق عليه تصفيق على محمد تصفيقها تعالى تعالى طلعوا لي محمد تعالى طلعوا لي محمد تعالى محمد تعالى تعالى إذن ولدي محمد تقرم ليح؟ تقرم ليح؟ وشم السنة تقرأ؟ سنة الرابعة سنة الرابعة وين عرفت هذا التاريخ؟ في المدرسة ولا وحدك ولا كيف عرفت؟ في المدرسة في المدرسة قلته الله يبارك الله يبارك الله يبارك اعطيه الهدية تعالى اعطيه الهدية اذا محمد رامي تفضل راعي حصة معه ميازيد وراعي هذه الجولة يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفيد بها شكراً العفو العفو والدي العفو 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 محمد تفضل والدي خلوه ينزل إذن السيطيب الجغلالي توفيه في 29 جوليا 1959 تعرفوا وين شكل يعرفوا وين أي معركة وين أي مكان بوسعدان لا لا في العمرية لا لا في شفا لا لا في سيدي فراج يا لا يا ولدي لا مشي في بسكرة لا لا معلش ديار الشيوخ جبل قعقع في الجلفة في الجلفة يا أحبائي يا أخي إذن نترحموا على الشهداء الأبرار واش رأيكم يا أطفال احنا على أبواب المدرسة عموا يزيد لكم أغنية على الدخول المدرسة يقول فيها صباح الخير مدرستي جعنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب لا 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 صباح الخير يا مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب انتهت العطلة الصيفية ايام الراحة كدوى النوم اشتقنا لك يا غاليتي عدنا لك لطلب العلم انتهت العطلة الصيفية ايام الراحة كدوى النوم عشنا اوقاتا هانية عدنا لك لطلب العلم صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب لا 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 اشتقت لك من الاعمار ما فرقت مخيلتي اشتقت لقسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي اشتقت لك من الاعمار ما فرقت مخيلتي اشتقت لقسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك الباب اشتقتنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب لا 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 فلا زال هناك نزيل لكسب العلم يا أولاد فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد فلا زال هناك نزيل لكسب العلم يا أولاد فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد صباح الخير مدرستي جئنا ندق عليك البار اشتغنا لك يا ظال يا سيئي ونشعنا من فاضي شكرا 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 من فاكم المدرسة هنا قا كان من بين الأوائل اللي كي دخلت لهنا كان موجود ورحب بي وفرح بي خلي ما رحبه بيك في العمارية يا أخي سالح سالح واش تقولهم سالح سالح عمارية سالح تعالى عمارية الله يبارك تحية لقع ناس العمارية سيبولوا بلسا يقعد معنا عطولوا بلسا يقعد معنا السالح يقعد معنا هنا خلي اهتم وقعد معنا صالح يقعد معنا صالح روهنا حبيت مادم صالح وقعد معنا نغني لكم أغنية ساعدني تعرفوها ساعدني ساعدني محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك يا أحبائي الإنسان ملتاج ويحتاج مهما كان المركز داعه مهما كانت أملاكه مهما كانت صفة تعرفوه في مجتمع محتاج مساعدة لازم تساعدوا بعضنا بعض ممكن تكون بابتسامة بالأكل باللباس بأي شيء إن أخذت بسائل شفقة وليس لك بما تتصدق فابتسم له ولا تقلق فابتسامتك له صدقة يا أحبائي الإنسان لازم يكون مبتسم الإنسان لازم يكون دائماً يدل الخير الخير جميل جميل تغنوا كامل معايا ساعدني ساعدني محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك كامل تغنوا يلا ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك ساعدني أرجوك سراء ضراء في الله أخوك معناه الإخاء ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأجنب لك إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأجنب لك إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوقي ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأجنب لك ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأجنب لك إنني معاق باطع سيري كن لي معينا كم تلقى من خيري ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأجنب لك السلام عليكم جيت من بلدية عين بوسيف جيت هنا باش نزهاو مع الأخي يزيد نشكره الأخي يزيد على الالتفاتة طيبة اللي التفت بيها الأطفال الصغار والبراعم لأن الأطفال في هذا السن يحتاجون هذا الأمور فقط ما يسحقوا الفرح والابتهاج ونشكره جزيل الشكر ومرحبا بها بولاية المدية نشكر عمو يزيد بزيف بزيف وإن شاء الله يولي لينا نشكر عمو يزيد بزيف بزيف اللي فرحنا ودرنا حفلة هنا نشكر عمو يزيد على الحفل اللي أقامه على الحفل اللي أقامه هنا ونتمنى أن يعود مرة أخرى السلام عليكم نشكر عمو يزيد على هذا الحفل اللي فرح قاعدة كذراريت عمارية ونشكره بزيف بزيف ونشكره قناة الشورق السلام عليكم نقول لكم يعطيكم الصحة لهذا الحفل ويعطي صحة عمو يازيد فرحة لولاد كامل هادوما ونقولوا له أنا جيناكم من الغاية باش نحضروا الحفلة تاحكم ويعطيهم من الصحة ناس كل ناس العمارية وبرك الله فيكم يعطيكم الصحة يا زيقان أطفال يعطيكم الصحة هلاكم عاجبيني لحد الآن ايه عادكم علامة جميلة ما نقولكم شا عادكم علامة ريحوا عاقلين ونكملوا الحفلة تاعنيز مبليح باش عمو يازيد يقول للأطفال تالعمارية هو من يجول الولاد اكثر بالولادة لخرين ايه نعم نعم يعطيكم صحة كم لو كي مراكم بس معليش عمو يازيد بتخافوش بس معليش شكرا 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 ساعدني ساعدني محتاج لك يا أحبائي المساعدة مهمة جدا 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 لازم نساعدوا بعضنا بعض كين أغنية الخير كذلك نحن نغنيها لأول مرة هنا في مدينة العمارية عمرها ما تغنت قل فيها لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس يا أحبائي فعل الخير مهم جدا في المجتمع الخير تغنوا كامل معايا أغنية الخير يلا موسيقى لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس موسيقى لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس لأيكم بأكل مال أو بلباس طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضاً أعيش لغيري طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضاً أعيش لغيري لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس إن ليس لكما تتصدق فالبسمة في وجهه صداقة فأخذت بمحطاقة فالبسمة في وجهه صداقة لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس شكرا 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 وعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس إن ليس لك بما تتصدق وأخذت بسائل بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة أما السائلة فلا وأما اليتيمة شكول يقدر يقول لي هاد الآية من أي صورة ورقم الآية رقم الآية هابتو يديكم قتوقها حكدا الصورة ورقم الآية شكول ميدو شوفنا الشاطرة هادي عطيلها الميكرو عطولها الميكرو جوز لها الميكرو عطولها واسمك بنتي فرح فرح شحال في عمرك فرح حداش سنة حداش سنة شاطرة في الدراسة شحال شبتي معدل ربعطاش واو جميل 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 من أي صورة هذه الآية صورة الظوحة برافو رقم الآية سبعة لا 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 ولكن على بلكم واسمك قلت لي فرح على بلكم دائما عم يزيد كي طرح حد سؤال يسيب رحوه حائر أنا عندي هدية وحدة وفرح صابت الصورة ما صابتش الآية نعطوها الهدية اللي قولنا عطوها الهدية يرفض يدو نعطوها الهدية نعطوها ولا لا لا نعطوها تعري فرح طلعوا فرح معليش تعرفوا عليش بشحكدك واحد ما يزاف أنا نجاوب على الشطر الثاني تعال السؤال أنا نجاوب عليه وش قلت لي بنتي الآية خليها معليش خليها بميكرو معليش قولي رقم لا لا مشي أربعة لا سبعة تسعة برافو برافو تسعة تسعة هي الآية رقم تسعة من سورة الضحى يا أحبائي هذه الآية أنا نحبها بزاف 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 علاش أما السائلة فلا تنهر لأنه المحتاج بالمرأة يجي يطلبوا لحاجة واحد ما يجيبه الخير يا أحبائي الأطفال الإنسان إلا وصل إلى حالة التسول فهذا معناها أنه كما يقولوا بالعامية المسلح قتل عدم على الأقل لا ما نهروش السائل يا أخي أما اليتيمة فلا تقهرها تشي مفرغ منه كذلك إذن بنتي أعطيه الهدية تحا إذن بنتي شركة شيبس مهبول راعي هاد الجولة راعي حسنة مع ميازيد يعطيك هاد الهدية المتواضعة إن شاء الله تسفدي بها إن شاء الله الله يخليكم بنتي تفضلي 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 نزلوها نزلو فرح برافو برافو أحبائي تعرفوا النوتات الموسيقية عم ميازيد ده لكم أغنية عن النوتات الموسيقية تغنوا كامل معايا بس حبيت نشوفكم قارف دين يديكم في السماء وتغنوا على بركم يا أحبائي في آخر الجولة راح ننديروا تقييم للتفاعل تعالجمهور أحباء عم ميازيد مع عم ميازيد في قبل ولايات وراح نشوفوا مدينة العمرية وين رايحاتة مركز تكونوا من الأوائل تكونوا اللولين يا أخي إذن لازم تتفعلوا مع عم ميازيد يلا دوري مي فاسولة سيد معروفة عبر الأزمان فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان دوري مي فاسولة سيد معروفة عبر الأزمان فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان دوري مي فاسولة سيد دوسي لا صرفة مي ريدو هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأسواق هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأسواق دوري مي فاسولة سيد دوسي لا صرفة مي ريدو نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقى ويبدأ بمفتاح صار نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقى ويبدأ بمفتاح صار دوري مي فاسولة سيد دوري مي فاسولة مي ريدو فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها دوري مي فاسولة سيد دوسي لا صرفة مي ريدو دوري مي فاسولة سيد معروفة عبر الأزمان فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحاب شكرا 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 عجبكم الحفل يا أطفال عجبكم الحفل عم يزيد أسعد 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 والله مدينة العمارية عندي فيها أصدقاء بزاف 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 كنت زرتكم في شهر رمضان المعدم والله سعيد سعيد جدا لعود رجعت لكم كما وعدكم في رمضان اللي فات خذكم العود نرجع ربي وفقنا ورجعنا اليوم رانا هنا بفضل مجهود فريق كامل متكامل جمعية أحباب العمارية عطونا تحية عليهم بلدية العمارية على رأسهم رئيس البلدية ورئيس دائرة كذلك لي أبوا إلا بشأنوا معكم مجمع الشروق الإعلامي عم يزيد شركة رامي وشركة شيبس مهبول لي أبوا إلا أن يلحق عم ويزيد لمدينة العمارية ويفرحكم كامل على باركم يا أطفال ماهوش من السهل أنك تنظم حفر ضخم كما هذا والإقبال هذا إذن مدى بينا كي الحفر هو جوز في أروع الظروف راكم هيلين 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 أحبائي لتحزنوا حن الوداع لتحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم أحببناكم لا ننساكم أحببناكم سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع لا ننساكم أحببناكم سنعود في موعد جديد مع أم يزيد مع أم يزيد يالا تغنوا كامل معايا لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع أم يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع أم يزيد نشكر عم يزيد على هذه الحفلة الرائعة ومزيد من تألق والناجح شكرا نشكر عم يزيد بزاف بزاف لأداء هذه الحفلة وأتمنى له إكمال في مشواره طاول نشكر عم يزيد على هذا الأداء الذي يدارونا هو حفلة جميل نشكر عم يزيد على هذا الأداء الذي قدمه لنا اليوم والذي أفرح والذي أفرحنا كلنا أولا نشكر العم يزيد والأخ يزيد على تلبيته لدعوة لجمعية أحباب العمرية ونشكر السلطات المحلية والسلطات الوليائية المساهمة في إنجاح هذا الفعاليات هذا الحفل والأخير نتمنى لجمعية أحباب العمرية يكون المسؤولين دعم لنا لأننا في بداية المشوار وهذا متهم شكرا لكم